ادي عمر حسن لاعب وطالع على طول محمد ابو جبل يغلط وعلى طول بالرأس في المعاد وهدف دخلت حمد اشرف ايمن اشرف مطلحها من جوه شكرا لزمائنا في الاعداد وهدي عمر حسن عرضية وهدي لسه كرة شبيطة جول الجول التاني مصطفى شبيطة خطأ تاني لابو جبل ومصطفى شبيطة الهدف التاني ليه والبيت رجد مصطفى شبيطة هدف تاني 2-0-19 مصطفى شبيطة بيجيب الهدف التاني لفريق بيت رجد بقول لحضراتكم نادي بيت رجد الافضل ونادي بيت رجد الاكثر استحوازا وهناك اخطاء كبيرة في نادي سموحة وفي حارس مرمى ابو جبل وهدف تاني لمصطفى شبيطة ليه والفريقته هنشوف ونتابع مع الستوديو التحليلي والمواصلة الصهرة الرياضية الكروية شوف بيسك ازاي لكن لفش بيته على طول ولعبها حلوة حلوة في الزاوية اليسرى استوديو التحليلي زميل عزيز كابتن تاني بيت رجد وهدي هجمة تاني لنادي بيت رجد وضربة جزاء لسموحة هجمة سموحة وضربات الجزاء عنده خبرته الكبيرة هنشوفها تتلاعب ازاي من محمود سيد وادى الحاكم الازن وداخل وهدف هدف اول لنادي سموحة في الديها 22 بيعود محمود سيد للمباراة في الديها 22 بهدف وتصبح النتيجة 2-1 هدف من ضربة جزاء وتصبح النتيجة هنشوف اللعبة تاني ادي ايمان اشرف وادي حسام حسن وادي حسام حسن واخده دبش من رجله واخد حسام ميكي دالو الاسن محمد عادل داخل ميكي وهدف تاني حلوة 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 في الديها 40 احمد حسام ميكي يعيد التوازن للقاء وتصبح النتيجة 2-2 من ضربة جزاء 2-2 مباراة حلوة المباراة زادت اصارة مباراة راحت وجاد في الاربعين ديها هنشوف لسه عندنا خمس زهي في الوقت القصي غير الوقت بللت ضايع ولسه عندنا الشوط التاني كله يا تارا هنشوف ايه مارسون اهداف النهاردة ولا ايه لكن محطوطة حلوة 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 احمد حسام ميكي والهدف